بسم الله الرحمن الرحيم ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي وليو العهد نائب حاكمية الشارقة رئيس المجلس التنفيذي بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكمية الشارقة نائب رئيس المجلس وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيسي المجلس ترأس صباح اليوم اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم وطلع المجلس على استكمال تقييم نظام العمل الاسبوعي الجديد في حكومة الشارقة وتضمنت أبرز النتائج من جانب المستوى القيادي للجهات المشاركة في الدراسة زيادة إنتاجية الموظفين في 88% من الجهات و81% زيادة التواصل الإيجابي بينهم و61% زيادة في معدل تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية في غير ساعات العمل الرسمي و74% ارتفاع نسبة الالتزام بالحضور و76% ارتفاعا في عنصر الابتكار والابداع و46% انخفاضا في معدل الإجازات المرضية